بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين مطرنية الاقباط الارثوزوكس بالجيزة تحت رعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الانبى دوماديوس كنيسة السيدة العذراء والانبى ابراقام تقدم تحت اشراف القمص بول السمعان قصة حياة القديس العظيم الانبى ابراقام قديس القرن العشرين جميل برسو اشتركوا في القناة يا معلم رفاقيل انت اللي علمتني كيف تريم التسبيح الكنسية وانت احسن تلميذ عندي في كتاب كنيسة دلجة وان شاء الله مالة وكلها وقصيوت هيعرف وجمتك لما تكبر باركة فيك يا معلم رفاقيل تبتتجدم يوم عن يومي يا بولس يا ولدي محبك محبك ها قلتك عفصت المزمور اللي قلتلك عليك اهوا يا معلم اسمعوك سمعوك لكلماتي اصغي يا ربي تأمل صراخي استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلي يا رب بالغداتي تسمع صوتي بالغداتي أوجه صلاتي نحوك وانتظر حلو جوش حلو جوش هاطري جمتك كده التسبيح والألحان ومرضات الكتاب المقدس عشر على عشر والحساب والجبتية والعربية بتتجدم يوم عن يوم وهتبج عالي العالي انظر مالك يا بولس امي تعبانة جوي يا معلم رفاية بي لسه تعبانة يا بولس يا ولدي سايبها تعبانة وقلبي بيتضط على شانها تعرف تقول لتكن يا رب مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض لتكن يا رب مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض بول يا سوع وجوم بينا نروح نشوفها اهلا يا معلم رفاقيل اهلا بيك يا بوبولس ام بولس ربنا يشفها لك سلامتك يا ام الله يسلمك يا ولدي شد حيلك امال يا ام بولس اهلا يا عم رفاقيل اتفضل بولس عامل معك ايه؟ عال العال شاطر الجوي في حفظ الألحان والتسابيع الجبطية والحسان اقتشل بيه يا معلم اي حاجة يا بوبولس انت بتتقلم يا عم القلم يا بولس بيخلي الإنسان يرتفع لفوق بعيد عن الأرض ما تتعبش والدتك يا بولس ويريد تسمع حاجة ما اللي انت قلت هالف كتاب الكنيسة او جرانا شوية من الكتاب المجدس حاضر امل يا رب وزنيك استجب لي لأني مسكين وباعس أنا احفظ نفسي لأني تقلل يا إلهي خلص أنت عبدك المتكل عليك ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ارفع نفسي لأنك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك امي راحت فين يا معلم رفقي مجد ربك يا بولس جوم يا ولدي جوم دا انت مكلتش بجالك يوميا وبعدين والدتك تزعل منه لازم تخلي جلبك عامر بالإيمان ازاي يا معلم رفقي بالصلاة والصوم وجرية الكتاب المقدس الجلب الفاضي يدخلوا إبليس بسرعة عايزكم فيه لكن لو جلبك عامر بالإيمان مش هيبجى في مكان لأي شر يدخلوا فهمت يا بولس يا ولدي أيوا فهمت يا معلم رفقي طيب يلا يلا كلك لجمة ويلا نروح الكنيسة جميل ان يصير الانسان مقدسا للرب حينما يعطي كل وقت وكل حياته لمحبة الله والناس مبروك يا بولس الله يبارك فيك يا معلم رفاقيل النهاردة رسمتك شماس على ايد الأنبى يوساب حطتك على اول طريق الفاضيلة والتجوى ازاي يا معلم رفاقيل النهاردة رسمت شماس وعندك خمستاشر سنة يعني هتبقى جريب جوي من الكنيسة وده يخليك تستمر تنمو في أعضان الفاضيلة والتجوى مانا برضو هفضل تلميذك يا معلم رفاقيل لازم تخرج منتك وتلبس توب الكنيسة وتتعلم أكتر وكتر من الكتاب المقدس بتفاهم روحي ربنا يساعدني ويجدرني ملابس الشماس اللي انت لابسها دي تمانها يا غالي جوي ازاي يا معلم؟ اول وجبات الشماس خدمة الفجرة وتوزيع الصدقات والكرازة بالإنجيل يعني خدمة اجتماعية ودينية والشموسية هي الدرجة التالتة من الدرجات الكهنطية ربنا يساعدني على خدمة الفجرة وتكديم الصدقات هدي خدمة اجتماعية ويساعدني على الكرازة بالإنجيل هدي باجا الخدمة الدينية اللي انا محتاجة لها ازاي يا معلم؟ بوليس يا ولدي ايام غربتي على الارض معدودة وشايف ان محدش هيقدر يدير كتاب الكنيسة زيك عايزك يا ولدي تقعد مكاني وتكمل رسالتي في كتاب الكنيسة وتعلم أولاد الكنيسة زي ما تعلمت ربنا يديك الصحة والعافية ويخليك لينا يا معلم اوعدني يا بوليس عايز اتطمن ان كتاب الكنيسة في ايد امينة الكتاب يا ولدي زي الارض الصلحة ترمي فيها البزرة تطرح صمرة اوعدني اوعدك يا معلم رفعيه موسيقى اول درس يا احباء النهاردة هو عن الامان وقبل ما نتكلم عن الامان هنوجف كلنا ونصلي على روح معلمنا مرتل كتاب الكنيسة المعلم رفعيه يلا يلا اوجفوا ونصلي مع بعض ابانا الذي في السماوات تقدس اسمه احنا كلنا بنتولد وجلوبنا الصغيرة دي فاطية زي الكوباية شايفين الكوباية دي الكوباية دي فاطية تبقى معرضة لأي حاجة تجح فيها او توجحها لكن لما تبقى مليانة تبقى راسخة تجيلة محدش يقدر يزعزها اهجلوبنا كده لما تبقى مليانة بالامان محدش يقدر عليها طيب ونملاها بالامان ازاي بكل وثائق النعمة والخلاص الصلاة الصوم جراية الكتاب المقدس وعمل الخير وعمل كل حاجة للشديد حكم ليه يا ولدي انا جصلت معك في حاجة بعد وفاة امك ليه عاوض تسيبني وتدخل بقى بالرهبن الرهبن يا بوي هي حياة الملايكة وحدخل دير المحرة اجرب دير لي وكلهم هناك بيحبوني لما كنت بعمل لهم زيارات مع تلامزة كتاب الكنيسة ليه بس يا ولدي كان نفسي اجوزك بنت عمك وتقعد معنا هنا انا خدمت شماس عكفت على خدمة الفجرة والتوزيع الصدقات وخدمت في كتاب الكنيسة حسب وعد للمعلم رفايل يعني عملت اللي علي من الناحية الاجتماعية فضلي بجا الجانب الروحي الجانب الروحي ممكن برضو نميه هنا الحياة الدنيا يا بوي والتزاماتي بالحياة الدنيا خدت من وقت الكتير عايز اتفرخ شوية الحياة الروحية عايز اجعد في خلوة مع الكتاب المجدس ادرسه وفسره عايز عايز اعيش جو حنان مسيحي عشان يعوضني عن حنان ام عايز اكرس حياة الرب يا احبائي رهبان دير المحرج انا جمعتكم اليوم لان الاخ بولوس اجتاز فترة اختباره واشهدتوله كلكم واصبح موضع حب واحترام كل راهب فيكم تواضع ومحبة الغير ومحبة للفجرة والغربة ودلوقتي انا اعاوز رأيكم لسيام تراهب واذا اجمعتم بالموافجة هتكون رسام تراهب باسم بولس الدلجاوي المحرجي ها ايه رأيكم عالبارك 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 يا سيدنا موفينا ربنا ان شاء الله يا سيدنا يا سيدنا الراهب بولس وصل موترانية المانيا طيب خليه اتفضل يا جيركس اتفضل 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 يا بونا بولس سلامه النعمة يا سيدنا سلامه نعمة يا بونا يا بونا بولس انا دعيتك للمانيا بعد سيامتك راهب عشان تساعدني في ادارة موترانية المانيا يا سيدنا الانبأ يا كوبوس انا في خدمتك وخدمة اهل المانيا خلاص والاخ جيركس هيساعدك في كل طلباتك انا تحت امر يا سيدنا وفي خدمتك يا بونا بولس اقدر باشر عمل يا سيدنا طيب طيب مش لما تستريح شوية الاول مش تاج يا سيدنا مش تاج اشوف اهل المانيا يا سيدنا هم كمان مشتاقين يشوفوك وحتلاقيهم في انتظارك من الصبح لما عرفوا انك انت جاي دول جاعدين جدام المطرانية من امبرح بالليل كيف يوم العيد اتفضل يا بونا بولس عاوز تبتدي منين نشوف شعبنا المسيحي اللي جدام المطرانية من امبرح بالليل وبعدين نعمل زيارتنا للأسر المسيحية ها عن اذنك يا سيدنا اتفضل اتفضل يا بونا بولس يا بونا بولس انت حولت دار المطرانية لدار للفجرة والايتام ووزعت نص فلوس المطرانية على الفجرة والمحتاجين مغبوط هو العطاء اكثر من الاخص الناس محتاج بس فيهم مش محتاجين وبرضو بتديهم من يوم كنت شماس في دلجة وانا عارف احوال الناس في المينيا وليهم عندي معزة خاصة ايوة بس المطرانية كده هتفلس ما تخافش العطاء زي ينبوع الميا كل ما تاخد منه يزيد ويفيد اكتر واكتر كلامك حلو يا بونا بولس ها يلا باجع عشان تستعد استعد لإيه انت نسيت ولا إيه بكرة الحد معات سيام تجسيس على كنيست المينيا وهتمسك وكلت المطرانية كمان زي سيدنا مجال اه صحيح هو بكرة الحد امه ليه وسيدنا داعي كل شعب المينيا والبلاد المجاورة وكل زميلك في الرهبة نبدل المحرج عشان يحتفل بيك في اليوم ده ربنا يدبر ربنا يدبر ربنا يدبر ان شاء الله الذين يوصلون معهما كلمة الحق باستقامة نعن بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطعك بسلام اشكر يا رب القممس والقصوص والشمامس الأرثوذكسين ايه دا عم جلس اهل المينيا كلتهم مجتمعين الفجرة والمحتاجين طبعا جسيس المينيا ووكيل المطرانية بيقعد معاهم ويلبي طلباتهم دول هيكسروا باب الكنيسة يا بونا شيطان المجد الباطل شيطان المجد الباطل انا عبدك الخاطئ انا عبدك الخاطئ عاوز تسيبنا ازاي يا بونا بولس دا انت بقى لك معانا اربع سنين وشعب المينيا كله بيحبك ومتمسك بيك شيطان المجد الباطل يا سيدنا بدأ يتسلل جوايا حسس ان ايه ان ارض بور جفت روحي العمل والحياة الدنيا مش مدياني وقت للخلوة الروحية عجيبة عجيبة يا بونا بولس عاوز ارجع الدير اقعد مع نفسي افتش فيها اجيمها افحصها يا سيدنا عموما يا بونا بولس اقدر اقولك لقد رأيت اكثر مما سمعت اللي تشوفوا يا بونا ما تزعلش يا سيدنا يا كوبوس شيطان المجد الباطل مش عاوزوا يتسلل جوايا مدام رجوعك للدير في خلاص نفسك يبقى اللي تشوفوا يا بونا بولس فرح الاباء الرهبان بعودته اليه وكان اغلب الوقت معتكف بقليته مواظب على الصوم والصلاة وفي سنة 1866 تنيح رئيس الدير واتفق رأي الرهبان على ترشيحه رئيس للدير وبموافقة البابا ديمتريو ستاني تسلم مسئوليته الجديدة وشهد الدير نهضر وحية ومعمارية وسعى الى تحسين احوال الدير الداخلية فغرس كروم كتيرة ورمم المتهدم من مباني الدير وفي مدة رئاسته زاد الاقبال على الرهبانة وكان عدو الخير بالمرصاد فوجد ان الكرم ينمو واستغل بعض الرهبان صغار النفوس فرصة فهجموا ابيهم القديس واعتبروا الاعمال الخيرية اسراف واتهموه بتبديد مال الدير واشتكوه للانبا مرقص قائم مقام الكرازة المرقصية وتحت ضغط منهم تم عزل الاب بولوس من رئاس الدير المحرق بعد ان امضى خمس سنوات في رئاسته وبصحبته اربعة من تلاميذ المخلصين ترك الدير تشيع دموع البائسين وتودع مئات الارامل والايتام وتوجهوا الى دير الانبا بشوي وبعدها الى دير البراموس والتقوا مع الاب يحنى الناسخ رئيس الدير فرحب بقدمهم واعطى كل منهم اللاية للعبادة وبعد نياحة الانبا ايساك اسقف الفيوم والجيزة اصبح كرسي الاسقفية خالي فوافق البابا كيرولوس الخامس على سيامة القصة بولوس اسقفا لابرشية الفيوم والجيزة باسم الانبا ابرام وذلك في يونيو 1881 ميلادية انبا ابرام مرة وحدة اسقف الفيوم والجيزة يا بولوسيا غبريال شعب الفيوم اتعلك في رجبتك امام الله بكرة توجه في يوم الدينونة امام الله وتقدم كشف حساب مش بس عن نفسك لا عن كل واحد من الشعب يا حملك التجيل يا ابرام اسندني يا رب اسندني ساعدني يا رب يا احبائي يا احبائي الكنيسة مفتوحة كل يوم وباب المطرنية مفتوح للمحتاج بكل وقت وباسم يسوع المسيح طلبتكم كلها مجابة ربنا خليك يا سيدنا يا سيدنا انا مش من هناك وليه طلب عندك اقمر يا ابني مرتي ولدت وكنت عاوز جنيه واحد اجيب لها شوية طلبات اخر جنيه في المطرنية كلها هوا خد ده من نصيبك يا سيدنا الفلوس في المطرنية خلصت ربنا يبعط يا ابونا عبد السيد يا سيدنا تعال 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 انت باين عليك تعبت مع الدكاترة ده اتولد اخرس يا سيدنا لكن ما تخافش تعال الكنيسة كل يوم وصلي معنا وكل ما تسمع الشعب بيقول كيرا ليسون جول معنا كيرا ليسون حتقول بإذن الله حتقول كيرا ليسون ان شاء الله باسم يسوح حتقول كيرا ليسون تلحقني يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا في ايه يا ابني انا مش اديتك الجنيه اللي طلبته ايوا يا سيدنا لكن الجزيز اللي جنواجف معاك اه ده ابونا عبد السيد وكيل المطرنية جري وراي واخد مني الجنيه والدان ريال يصح كده برضا لا ما يصحش يا ابونا نعم يا سيدنا انت اخدت منه الجنيه ايوا سيدنا ليه يا ابونا عبد السيد يا سيدنا الريال كفاية يقدر يجيب منه كل طلباته ويفيد منه كمان هو لما طلب طلب جنيه واحد وده كان اخر جنيه في المطرنية يبقى من نصيبه وربنا رايد ان ياخده اتفضل يا سيدنا الجنيه اهو هات يا ابونا خد يا ابني الجنيه بتاعك خد بقى الريال بتاعكم يا سيدنا لا خل الريال اللي خدته من ابونا عبد السيد عشان ما تزعلش منه يلا مع السلامة روح لمرادك يا ابونا احنا سبنا كل شيء واتبعنا المسيح من اجل حياة روحية وخدمة المحتاج فيه ناس يا سيدنا مش محتاجة وبتدعي الفقر وبيستغلوا كرم نيافتك دي فلوس ربنا وهو جادر على حمايتها ما تزعلش مني يا سيدنا نيافتك عندك موهبة العطاء على فكرة يا سيدنا الجواب ده جالي نيافتك النهاردة افتحوا وجراه حاضر ايه ده بسم الاب والابن يا مخلص يسوع المسيح مغبوط هو العطاء اكثر من الاغذ في ايه الجواب يا ابونا دي حوالة بردية بعشرة جنيه وارداب بامح مش قلت لك ربنا مش حينسانا دي نعمة يسوع مرجع مهد ش يتطلب منه حاجة ورجعه فاضي كل اللي عاوز حاجة يروح يخدها على طول ما بيسألش عايزها ليه ولا فقية يعني احنا الثلاتة ممكن نعمل عليه لعبة وناخد اللي انا عاوزينه وهيدينا لنطلبه أي مبلغ أيزينه طب اسمعوا انت الاتنين تروحوله وأنا هستنى هناك وتدخلوا عليه وانتوا بتعيته وتقولوله يا سيدنا احنا ثلاث صحاب ما نشحد ما بنفرجش بعضه بدل وحل على كدن أم الفين التالت بتاعكم مات يا سيدنا الأسكف ربنا يرحمه ويرحمنا كمان ولا معانا حق التفن ولا تكاليف الجنازة هو مات طيب يكفيكم كام عشان تدفنوه وتعملوا اللازم عشرة عشرة ادنيها سيدنا اتفضل عشرة ادنيها هي وهتولوا كفن عليه الجيمة وعملوا اللازم متشكرين متشكرين يا سيدنا متشكرين يا أعظم أسكف جلفة يوم سلاموا نعمة يا سيدنا شفتني اللي أنا دخنت عليها وأنا بعيد الله ما أنا كمان كنت معايق يلا بينا نفرح صاحبنا وناخد العشرة جنيه نهيز بيها النهاردة ونجزمها على التلاتة أخو قاعد مستنى افرح افرح يا والي جبنا عشرة جنيه أهي أهي بص بعنيك شوف العشرة جنيه يا والا جو الله أنت بتصطعبا وليه وليه لا يا خبر ده ما بيتحركش ده ماين مات 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 سمحنا يا سيدنا الأسكف براء سمحنا سمحنا وخد الفلوس بتاعتك هيا خلاص أمر الله نفذ خلوا العشرة جنيه معاكم وعملوا جنازة لكبي فلوس الغلابة والمساكين ربنا لازم يحافظ عليها دول يا سيدنا متين جنيه أهل الفيوم اتبرعوا بيه عشان نبدي المطرانية الجديدة ومالها المطرانية الجديد ما هي كويسة احنا عندنا فارش جديد في المغزن جاي هدية للمطرانية والمطرانية الجديدة حتليق بالمقام لما الزوار ييجي يزوره نيفتك اللي عاوز ييجي يزورني على كده أهلا وسهلا فيه زوار كبار بيجي يزوره نيفتك وقريب قوي حيزورك قيصر روسيا طب هات يا ابون ربنا يطرح فيهم البركة كريالا يسون كريالا يسون يا رب ورحم كريالا يسون كريالا يسون ارحمنا يا الله كريالا يسون كريالا يسون اسمعنا وارحمنا كريالا يسون كريالا يسون كريالا يسون كريالا يسون اشتركوا في القناة اه حلوى جول وابناء الفيوم اتفقوا مع المقاول عشان يبتدي شغل البنى في الوقت اللي تحددوا نيفتك على بركة الله يبتدوا المقاول حيبدأ البنى بالمتين جنيه اللي شايلينهم عند نيفتك ولو عجزنا في حاجة اهل الفيوم حيكملوا من معاهم قل لهم خلاص انا بنيت يعني يا سيدنا بنيت ايه بنتلكم مسكن في المظال الابدية فوق في السماء ميفتك وزعت المتين جنيه على الفقر والمحتاجين انت اديتني المتين جنيه من هنا ودخل علي اربع تجار شركة محلهم اتحرك باللي فيه ومحتاجين المتين جنيه بالتمام عشان يبدأوا التجارة بتاعتهم من جديد وديتهم المتين جنيه سيدنا ام اللي كنت عاوزني اردهم ما ساعتهمش ما تخافش يا ابونا عبد السيد الاسقفية حتتبني بازن المسيح مالك يا ابنيت جليلي بس مالك خطيبي يا سيدني خطيبي عيفك الخطوبة لو ما جبناش العفش للتفاجل عليه وكنتم حددين العاد الفرح ايوة يا سيدني من شهر فات وما جدتناش نجهل ووالدك ووالدتك امي ماتت وانا صغيرة ابوها على جد حالو يا سيدني طب خدي ادي مفتاح مخزن المطرنية ونجي العفش اللي يعجبك لا يا سيدني تنفسغ خطوبتي وما خدش عفش المطرنية اسمع الكلام ابن الطاعة تحل عليه البركة يلا انزل المخزن ونجي اللي انت عوزها واخد الاخ رزق معاك يفتح لك وينجي لك يا رزق نعم يا سيدنا انزل مع بنتنا افتح لها المخزن تنجي العفش اللي هي عوزها حاضر يا سيدنا اتفضلي الله ايه رأيك يا عم رزق في الكنبة دي حلوة جوي والدولب دي حلوة جوي اه حلوة خدي واخد دي كمان وده وده يا عم رزق بص الله 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 تاخدي ايه انتو بتعملو ايه هنا ودخلتو هنا ازاي سيدنا سيدنا اداني المفتاح وجال يخد اللي انت عايزاه يعني ايه مش فاهم اصلي خطبها حيفك الخطبقة لو ما جابتش العفش اللي بتفجوا عليه وانت بتعمل ايه معاها هنا ما هو ما هو سيدنا الجال يا ابونا عب سيد تاخدو العفش بتاع الموترانية الجديدة اعمل ايه ما هو سيدنا الجال هو ليكن تعرف حاجة ها ننجي ولا ننشي يا ابونا خلاص يا بنتي خد اللي انت عاوزان هو نقدر اعترض على كلام سيدنا ما تزعالش يا ابونا عبد السيد اهي الاسكورفية بنت وبجت حاجة حلوة خالص ربنا يديك طلط العمر يا سيدنا وتفضل منورها وعاوز انبهت لحاجة اللي كان ماشي في الموترانية الجديمة يمشي هنا كمان الابواب تفضل مفتوحة للفجير جبل الغني وجلسة جرائة الكتاب المجدس هتفضل زي بهية كل يوم في الكنيسة حاضر يا سيدنا يا سيدنا تعالى يا رزق اهدى ده الحمام اللي طلبته من يفتك على الغد اه نفسي اشتاجت للحمام طيب خليه لبقرة وعتلي حد الجبنة وشيل الحمام لبقرة حاضر يا سيدنا ده رابع يوم يا سيدنا اجيب لك الحمام وتقول لي شيله البقرة ايوه يا رزق بس الحمام نتن وبيجي الدود يرعى فيه ايوه يا سيدنا لازم ينتن برابع يوم كل الآن يا نفسي هذا الطعام الشهي مش ده الحمام اللي اشتهته ليه يا سيدنا بتعمل في نفسك كده الجسد بيشتهي حاجات كتيرة يا رزق وشهوات الجسد ما بتنتهيش الجسد من الطراب والى الطراب يعود الروح تشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح وهذان يقاومان احدهما الاخر ده كلام الكتاب المقدس بولس الرسول بيقول اقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرست للاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا فهمت يا سيدنا اجيب ان يفتك جبن قريش برضو ايوه يا رزق سلام ونعمة سيدنا سلام يا ابونا عبدالسيد مفتش المساحة الانجليزي ميستر كريج جه عاين زمام الاسقفية وخليهم ست فددين بس ازاي ده الاسقفية لها خمسة وثلاثين فدان ازاي خليهم ست فددين هنتصرف ازاي سيدنا حطلو ميستر كريج اشوف ايه الوضع اديني ميستر كريج في ادارة المساحة اهلا يا ميستر كريج انا اسقف الفيوم والجيز اهلا بيك الاسقفية لها خمسة وثلاثين فدان ازاي تخفضهم لست فددين يعني ايه كفاية علينا ست فددين انت بتديني حاجة من عندك ده وقف الاسقفية اسمع يا مستر كريج ان مرجعتش سمام الاسقفية خمسة وثلاثين فدان زي مكانه انا حتصل بالحكم دار يشوف الوضع ده وان ما كانش حوصل الموضوع للخديوي توفيه بنفسه حين هو اسم الرب مع السلامة اول مرة اشوفني يفتك ساير الاسقف يجب ان يكون يقصا يقول الكتاب وعلى اسوارك يا ارشاليم اقمت حراسا لا يسكتون يعني ايه مصر على موقفه ودماغه نشفه بعد اذنك يا حضرة الحكم دار انا حستأذن من سيدنا البابا وارفع مظلمتي للخديوي توفيه بنفسه مع السلامة ربنا حيعرف شغله معاه مستر كريج ده الخديوي توفيه بنفسه هي زيارة الخديوي سهلة يا سيدنا ربنا يتولى اسقفيته يا ابونا عبد السيد بعد اذنك يا سيدنا في ايه يا رزك اشارة بالمدرية يا سيدنا افتحها وجراها يا ابونا عبد السيد حين هو اسم الرب حين هو اسم الرب بسم الاب والابن والروحة القرس حين هو اسم الرب خير يا ابونا انا كنت بتعجب ازاي سيدنا حتروح تقابل الخديوي توفيه الاشارة بتقول الخديوي توفيه جاي الفيوم بنفسه وحيزوروا الابرشية واسقوا في الفيوم الامبا ابرام امت يا ابونا بعد بكر يا سيدنا ما لازم نعمل استعدادنا حين هو اسم الرب حين هو اسم الرب حين هو اسم الرب حين هو اسم الرب حين امين اهلا بك انبا ابراهام اهلا الفيوم واسقفية الفيوم منورة يا جناب الخديوي نحن سمعنا عنك كتير انبا ابراهام يقولون انت رجل مبروك انت تصنع معجزات ايفيت ايفيت والله واحده هو اللي بيعمل ومن محبته بيستخدم ضعفي في هذه المعجزات عندما سمعنا عنك كنا نظن انك تعيش في قصر ملابس مزاركاشة مذهبة زي اسقفة اوروبا فرنسا ايطاليا جناب الخديوي انا لي مظلمة عند جنابك قول انبا ابراهام قول مظلمتك في 35 فدان في زمام اسقفية الفيوم مستر كريج مفتش المساحة الانجليزي خلاهم ست فددين بس والموضوع بقاله كم شهر ومستر كريج مش راضي يرجع زمام الاسقفية زي مكان انجليزي خصيص يريد عمل فتنة بين مسلم قطي لصان فرخ تسهد لا بعمر منينا نحن خدوي توفيق 35 فدان زمام اسقفية الفيوم ارجع زي مكان ومستر كريج ينقل بعيد عن فايوم ينقل الى سودان مبسوط انبا ابراهام باسم رعيتي نشكرك يا جناب الخديوي اذكرني في صلوات نحن نذكر السلاطين والجند والرؤساء في كل صلواتنا عظيم اول مرة اسمع هذا يقول الكتاب المقدس فاطلب اولا ان تقام صلوات وابتهالات وطلبات وتشكرات لاجل جميع الناس لاجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لان هذا حسن ومقبول عند الله انت راجل مبروك انبا ابراهام يا احبائي انا جمعتكم النهاردة بعد مرضي مطال اكتر من شهر ونص جمعتكم عشان اقول لكم ابروشية الفيوم والجيزة امانة في رجبيكم تفضل الابروشية ابوابها مفتوحة لكل محتاج للارامل واليتامة والفجرة الديانة الطهرة النقية عند الله الاب هي افتقاد الارامل واليتامة في ضجه وحفظ الانسان نفسه بلا دنس السخاء في العطاء ان تعطي قلبك كما قال الرب يا ابني اعطني قلبك ولما تدي قلبك تدي كل حبك ومشاعرك وان اديته للناس قلوبكم وحبكم هتعملوا كل شيء من اجله المحبة ليست بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق وكل واحد يكون امين على وزنته وبها يدخل الى فرح سيدي يا ترى يا يسوع انا رعيت ابناء اسقفيتي ولم يهلك احد هاوز انطلق لطبيبي وحبيبي اسوع هاوز استريح في احضان قديسيك يا اخوتي بطلب منكم تخرجوا كلكم برا قطي وتكفلوا علي الباب وتسيبوني الوحدي مع حبيبي اسوع صلوا للمزامير مع بعض وبعد نص ساعة افتحوا علي الباب عشان اصلي معاكم هاوز انطلقوا هاوز انطلقوا تصلي معvaccه نص ساعة فتحوا الباب فوجدوه قد تنيح تارك هذا العالم الى الحياة الابدية كان ذلك في يوم 9 يونيو 1914 ولما كان احد العمال بيقوم ببناء المقبرة وقد امس عليه الوقت ولا يوجد لديه مصباح كان سيتوقف لولى ظهور حمامة من النور ظلت ترفرف على المكان حتى اكمل العامل مقبرة القديس الانباء ابراهام قديس القرن العشري اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة